موسيقى أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس في هذا الدرس سنبدأ نشرح البلو برنت وكيف نستخدمه في عالمنا ولعبتنا أول شيء يريدك تعرف أنك لازم تضيف البلو برنت عندك ممكن تبدأ اللعبة عندك بهذا الشكل فانت الآن لازم تستطيع تضيف البلو برنت اضغط كونترل و سبيس بفتح لك القائمة إذا تستخدم برنامج الريال انجين اضغط كونترل و سبيس بطلع لك القائمة السفلية عشان تضغط على الزر اللي هون تكون Layout تضغط عليها فثبت لك إياها تحت الآن ممكن انت تكون في أي مكان آخر تضغط كونترل سبيس عشان تدخل على ملفات مرة ثانية ممتاز الآن جميع ملفات المشروع بتكون مخزنة جو ملف الكونتن فانت أي شيء بلو برنت رح تضيفه رح تضيفه رح تضيفه جو ملف الكونتن لأنك لو أضفته في أي مكان آخر ما رح يتم تشغيله جو اللعبة ممتاز الآن خلينا نسوي فولدر جديد تضغط Right Click على ملف الكونتنت تسوي New Folder خلينا نسوي BP Blueprint الآن عشان نضيف جوه هذا الملف في عندك عدة طرق أول طريقة بتضغط Right Click هون لاحظ أنا باجي بضغط على بلو برنت هون فبقدر أضيف البلو برنت أو ممكن أجي أنا على بلو برنت هون وبضيفه من هون وعندنا طريقة أخرى بعد ما أفجه الملف بقدر أضغط على Add كمان وأصوي Add Blueprint Class من هون أو أضيفه من هون الآن بعد ما تختار أنت البلو برنت سيسألك إيش نوع البلو برنت اللي بدك إياه عندك عندك أنواع بتقدر تضيفها على اللعبة تبعيتك عندك الأكتور الأكتور هو عبارة عن مجسم بتقدر تضيفه في العالم أي شيء له شكل أو بتقدر تتحكم فيه بالطريقة اللي بدك إياها أو أنه يتم إنتاجه أثناء اللعبة للأكتور هاد الآن عندك البان كمان البان عبارة عن شخصيات بتقدر تسيطر عليها وتلعب فيها وبكون الأخواص حركية الكاركتور الكاركتور ممكن تضيفه أن يمشي في العالم عندك ممكن يكون عندك شخصيات تتفاعل معها أعداء أو شيء معين عندك البلاير كنترول الأشياء تتحكم في اللعب وعندك قوانين اللعبة مثل الروح مثل السكور ممكن أن تكون قوانين اللعبة موجودة هنا الآن دعنا نضيف أول شيء عن الأكتور نبدأ بالأكتور دعنا نسميه بي 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 اللي هي فيديو بلو برينت مثلا لاحظ أنا عندي هنا الآن نجمة النجمة هي معناته أنه هذا الملف لم يتم تخزينه البيانات الجواته ما تم حفظها فأنا طفت اللعبة رح يسأني بدك تخزين هاي بنات ولا لا دعنا نفتح الملف هاد أو قبل ممكن نضيفه هون لاحظ أنت أنا بعد ما أضفته حط لي الشغلة هاي الشغلة لو أنا سويت بلاي لاحظ مهم موجودة على الأرض مش موجودة طيب ليش مش موجودة هذا الملف اللي أضفته هو عبارة عن الروت جذر عليه بتنطبق الأشياء خلينا نوضح الآن لما نفوجه الملف نضغط double click على الملف أنا الآن نشوف هذا هو الروت موجود هون اللي هو هون الآن عندك الكمبوننت إذا ما كانت الكمبوننت عندك أو أنت طفيتها بالغلط ممكن تفوت على وندو وتضغط على components فإذا رجعنا أظهرناها ممتاز الآن أنا بدي أضيف كيوب خلينا نضيف كيوب لاحظ أنا أضفت مكعب الآن جوه العالم جوه اللعلم عفوا البلوبرنت بدي أضيفه هون لما أضفته هون صار جوه العالم أيضا ليش؟ لأنه أنا كنت ضايف البلوبرنت الروت تبعه تبعه طيب ممتاز هذا هو البلوبرنت نفسه ممتاز جدا طيب إيش بدي أقول كمان بدي أقول لك كمان إنه أنا لو حركت المكعب هون كل المكعبات اللي هون هتتحرك ليش؟ لأنه المكعب برجع للروت تبعه الروت الموجود اللي هون بأخذ مسافة منه وبصير يدرس القيم هاي المخزنة وبيتطبقها على العالم اللي إحنا فيه ممتاز جدا جدا طيب إيش بنا نعرف كمان أنا ممكن أخلي المكعب هو الروت يعني أنا ممكن أسحبه هون لاحظ الآن كان في روت راح صورت لما أضغط على مكعب صورت أضغط يطين السنتر تبعه في النص بهاي الطريقة صار مكعب هو المرجع لأي إشي بقدر أضيفه آخر في المنطقة هاي طيب قنا نسوي أندو 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 نرجع الروت تبعنا ممتاز الآن بدي أشرح أنا الشاشة اللي أمامنا الآن هون نبدأ من فوق هنا هون الكمبيل الكمبيل اللاهظ فيه علامة استفهام صفرة معناته أنه لم يتم تخزين الملفات هاي ولسا مش عارفين الملفات بتم تخزينها أو ممكن يعطينا خطأ لو أنا ضغط عليها زر أعطاني علامة الصح وأعطاني عندي هون خلنا نسكر هاي أعطاني في الكمبيل أعطاني عندي هون أنه تم تخزين الملفات سكسسفولي الآن إذا طلع فيه خطأ راح يكتب لي الخطأ تحت هون ممتاز الآن الخطأ لما يجيسي فيه خطأ أعطيك علامة حمرة في الكمبيل الآن لاحظ فيه عندي نجمة أنا هون وعندي النجمة اللي هون كيف أشيلها؟ أضغط على save لاحظ راحة النجمة من هون وراحة النجمة من هون طبعا فيه طرق ثانية ممكن نسوي save all ممتاز الآن نرجع لل VPP الآن تجوه عندنا هون كمان الصف اللي فوق هون نشرح فيه الكمبيل عندنا السيف حكينا عنه لبراوز لما أضغط على براوز حيوديني يوديني على المجسم في العالم ممتاز طيب ايش عندنا كمان هاي ممكن هاي بدأ تفاصيل كثير مش حنشرحها في عنا كمان الفايند الفايند هاي لما يجي تكتب بيسألك شو بدك تدور طبعا هو راح يدور جوه الـ event graph اللي هون لو انا اضفت هون عندي print string وجيت انا هون كتبت print وضغط enter لاحظ ايش عطاني اعطاني print string لو ضغط على ديبلك لازم يحدد هاي النود خلينا نشوف لاحظ تم تحديدها يعني انه ممكن يكون عندك بلو برنت ضخم جدا هذا ما بيخلص العالم هذا قد ما بدك تكتب ما عندك اي مشكلة فانذا ضيعت شغله بدك تلاقيها بتلاقيها بهاي الطريقة وبسرعة ممتاز طيب الان كمان ايش عنا عنا هاي الفاين انها hide unrelated يعني هاي hide unrelated خلنا اسوف print string ثانية print string ممتاز الان لاحظ لو انا ضغطت هاي ومسكت اي مجسم ثاني لاحظ هذا الطفا لما امسك هذا هذا بطفي ليش لانه فيه اشياء ممكن كلها متوصلة مع بعض فبديش انا اشوف الاشياء الثانية مضوية اثناء شغلي طيب class setting هون بطلع لك class setting تبعيتك هاي بنشرحها بعدين والclass default كمان هاي التفاصيل بنشرحها خليها نشرحها بعدين يعني ممكن حتى بس ناخد نظرة سريعة لما انا اضيف بلو برنت هون لو سمرته مثلا تست مثلا وخلي تست وشوينا لاحظ انت لما سويت التست انا هاد اعطاني هون بليز كومبايل فلما اضغط كومبايل هيعطيني القيمة تبعيته القيمة تبعيته وفلس لكن بعدين بشرح ايش هو البولين طيب class default لاحظ ايجا تست عندي انا هون الان في عندي تفاصيل كثير تحت بنشرحها في دروس اخرى ان شاء الله ممتاز طيب الان عندنا كمان اتتت عندنا موجود زر التشغيل زر التشغيل اللي هو زر تشغيل اللعبة اثناء ما هي اللعبة شغالة طيب عندنا كمان هون في عندنا اللي هو لو اجيت انا وصلت مثلا وسويت start لاحظ انت هون شوف لما انا عندي في عندي هون فيديو بورجيني قاعد الفيديو اللي هو ايش الاشياء اللي شغالة فلما انا اختار من هون نود باقينج بعطيني شي اياها لما انا اختار الفيوب اللي هو اسم الملف بورجيني الملف الشغال لاحظ كلمة هلو بتنطبع كل ثاني قاعدة كل فريم عفوا تنطبع كل فريم فولا انا تنطبع كل فريم قاعد بعطيني الخط ضلو ماشي افت بقيني بلاي بتصير مرة واحدة هذا كله هنشرحه في دروس قادمي ان شاء الله تمام نيجي الان على الشاشة اللي امامنا عندي انا في تنطبع مكعب مني الكمبونت هون بقدر اختار التحديد الشخصيات بقدر اختار التحريك بحرك المجسم بقدر اعمله دوران وبقدر اغير حجمه الان لو انا بعمل كل اشياء هاي بلاحظ انها بضغط كومباي بلاحظ انها كلها تم تأثيرها على العالم اللي انا فيه ممتاز جدا 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 الان هاي الاشياء الثاني كمان هاي سكيئ يعني هي هاي بتقول لك كم درجة يكبر كم درجة يتحرك كم درجة هاي الكبر هاي الزوايا هاي التحريك فهدوها البعدين احنا بنشرحهم اثنين ما احنا بنشتغل في الدورة ممتاز الان شرحنا المنطقة الكمبونت اشياء المجسمات الموجودة في العالم انا بقدر اضيف كتير مجسمات انضفنا كيوب ممكن نضيف سفير على العالم تبعنا وبقدر اضيف اللي بديها في العالم او في البلوبرنت تبعنا ممتاز لدينا كمان هون ماي بلوبرنت ماي بلوبرنت فيه اللي هو الافنتي كراف نفسه هدول هم الثلاث هدول اللي موجودين هون اللي هي الصفحة بتنفذ الاوامر قبل ما اضغط التشغيل فانت اذا موجود هون وموجود عندك مجسم جو العالم قبل ما تضغط التشغيل يبدأ تنفيذ الاوامر فتضيفه ممتاز الان عندنا الماكروز والماكروز هي عبارة عن اشياء نضيفها جوة البلوبرنت وبنوحدها كلها في مكان واحد قبل شوية اضفنا التست نضيفها ادت انواع ممكن احنا نتحق غير فيها وفي عنا غريبة غير غير الارقام والمتغيرات زي الرأس العادية في عنا متغيرات مختلفة كل هذا نشرح ان شاء الله في الدروس القادمة وعنا كمان على الجهة اليمين هنا الديتيلز هي تاخذ المجسمات الموجودة او بيصير يعرض لك الارقام بقيمها تقدر تغير على كل ملف تحدده فيه له خصائص وبتقدر تغير عليه فعلى سبيل المثال او انا فتحت هون واخترت انه الماتيري اللي تكون بهذا الشكل وضغط كومبايل سيف لاحظ انت هون حط لي الكرات صخرية ممتاز جدا جدا طيب هذا الدرس بكون خلص هيك احنا ألفنا فيه بلوبرنت عرفنا شاشة بلوبرنت من ايش تتكون وحنبدأ نشتغل على المتغيرات في الدروس القادمة يلا في امان الله مع السلام بشوف دروس الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة